الشيء الجايد طبعا ان احنا يمكن الاسبوع برضو الماضي كنا يعني عقدنا اول اجتماع للمجموعة الوزرية الاقتصادية والمجموعة عشان برضو اثير هذا الموضوع المجموعة التشكيل بتاع طبيعي التشكيل المجموعة هو اللي موجود بقاله يعني عشر سنين واكتر يعني نفس التشكيل ولازم بيضم كل الوزرات وايضا البنك المركزي لان احنا بنتكلم على الاقتصاد بتاع البلد كله واي قضايا بيناقش فيها جوه مجموعة الاقتصادية بيبقى لازم فيها الشقين النقدي والمالي لما بنيجي نتكلم على موضوع يعني تدبير المنتجات البترولية ده لازم البنك المركزي يبقى معانا لان الموضوع مش تدبير عملة محلية فقط ده تدبير عملة صعبة لما بنتكلم على منظومات وقرارات معينة لازم يبقى معانا البنك المركزي لان ده كله بيؤدي او بيؤثر على الاقتصاد بتاع الدولة المصرية لكن الشيء المهم جدا اعتقد ودي رسالة مهمة لانها اثيرت حتى واحنا موجودين في البرلمان على موضوع الدين وانا اتكلمت على هذا الموضوع بصورة واضحة جدا وقلت احنا كدولة شغالين بجهد كبير جدا على السيطرة على الدين وتخفيض الدين اعتقد الارقام اللي وظهرت والبنك المركزي اعلنها ان الدين الخارج المصر كان في ديسمبر 168 النهاردة بقى 153 وشوية يعني الحقيقة يعني نزول كبير جدا اكتر من 14 و2 من 10 مليار دولار في 5 شهور الاحتياطي بتاعنا اللي زاد بصورة كبيرة جدا الاهم اللي ما نطلق عليه صافي الاصول الاجنبية للبنوك المصرية في الخارج ده كان ناقص 27 مليار بالسالب يعني معنى كده ان البنوك المصرية كانت في وقت ما من فترة كانت بالناقص النهاردة الحمد لله بفقد اكتر من 10 مليار دولار ده جهد كبير جدا اتعمل في ضبط المنظومة اللي موجودة في الدولة وده جهد الحقيقة طبعا انا بنتهز الفرصة وبوجه الشكر الزميلي ايضا محافظة البنك المركزي لكن الحمد لله ده كان جهد جماعي احنا شغالين فيه كلنا على خلال الفترة اللي فاتت الحكومة مع البنك المركزي ومستمرين في تنفيذ هذا الموضوع عشان اللي احنا قلناه ان لازم ناخد مصار الدين سواء الدين المحلي او الدين الخارجي للمصار النزولي وبالتالي اجراءات الترشيد اللي بتتعامل المشروعات اللي احنا بنعملها النهاردة الجزب الاستثمارات الخارجية وتشجيع التجزب الاستثمارات الخارجية اللي احنا بنقول ان احنا نستفيد من الاصول الغير مستغلة للدولة عشان نقدر نجيب فيها دولار نشجع القطاع الخاص اكتر ان هو يدخل في شراكات مع شركات عالمية ويجيبهم ويخليهم يوطنوا الصناع هنا ده ما ورناش حاجة لغير هذا الموضوع علشان الدولة العملية ان شاء الله تنطلق بالانطلاقات الكبيرة اللي احنا اتكلمت فيها المرة اللي فاتت وحنفضل نتكلم فيها لان ده شغلنا الشاغل كدولة في خلال الفترة القادمة